فيه هذا أولاً وثانياً هذا البعد الاجتهادي ليس في خصوص ماذا؟ معارف الحلال والحرام بل في مجموعة المعارف الدينية لأن الآية المباركة قالت ليتفقه اللي هو فيه مضمون أكثر من رواية الحديث ومتعلق التفقه هو ماذا؟ ليس هو خصوص الحلال والحرام بل هو ماذا؟ بل مجموعة المعارف الدينية يعني على الأقل الفقه الأكبر والفقه الأصغر ولذا من المعاصرين السيد الطباطباء رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة طبعاً ذيك القضية اللي نقلناها عن الغزال والفيض تقريباً متفق عليها في كلمات السنة والشيعة يقول ومن هنا يظهر أولاً أن المرادة في ذيل هذه الآية من سورة التوبة المجلد التاسع بحسب ما عندي صفحة أربعمائة وأربعة أن المرادة بالتفقه التفت تعريف أن المرادة بالتفقه تفهم مراوي الحديث بالمعنى اللغوي إذن الأول بحث الأول ما هو ليس هو النقل الرواية وإنما هو ماذا تفهم الرواية هذا أولاً هذا قد تقول لسيدنا التفهم الرواية غير الاجتهاد المصطلح أنا ماذا أتكلم أنا ماذا في الاجتهاد المصطلح لعل لا أوافق على هذا الاجتهاد المصطلح ولكن الكلام ماذا أن التفقه ليس هو ماذا نقل الرواية بعد تفهم ماذا تفهم الحلال والحرام الجواب كلا جميع المعارف الدينية لأن الآية قالت ليتفقه في الدين من أصول وفروع لا خصوص الأحكام العملية التي هي الحلال والحرام وهو الفقه المصطلح عليه عند المتشرع وما الدليل يشير إلى مجموعة من الشواهد التي تدل على هذا المعنى إذن القضية أتصور أعزائي العنوان الأول واضح يشير إلينا أن الذي له المرجعية أولا ليس هو ناقل الرواية وثانيا هو ماذا بالإضافة إلى التفهم إلى التفقه أن يكون متفقها ماذا في جميع المعارف الدينية لا في خصوص الحلال والحرام تقول سيدنا هناك روايات تقول نظر في حلالنا وحرامنا نعم إثبات شيء لا ينفي معدى خصوصا تلك الروايات وردت في باب القضاء ومن الواضح أن القضاء مرتبط بباب ماذا بباب الحلال والحرام ولذا ما رد أدخل في التفاصيل هذا العنوان الأول